الهدف من اقتراحين سعادة الرئيس رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لضمان حياة كريمة واستقرار معيشه للمتقاعد في ظل غلاء المعيشة المستمر رأيت اللجنة في هذا الملخص رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ألف دينار بحيث يكون هو الحد الأدنى لجميع المتقاعدين السابقين ومن يتقاعد بعد أصدار هذا القانون دون النظر لحالة الإعالة ترجمة نانسي قنقر